تستفد بلدية عندها في ولاية تيارت من مشروع إنجاز مسبحين يحض من قصد أبنائها صيفاً مواقع سدود والمسابح الغير محروصة الذي يبقى يهدد حياتهم دير بن داود هو حديث تلقائي لشباب وأطفال قتل الروتين يوميتهم فهنا بعين ذهب إحدى البلدية العميقة بيتيرت والتي لم يجد من خلالها هؤلاء الشباب سوى هذا المكان الذي يحكي أياماً كان هناك مسبح قبل أن يتحول اليوم إلى مفرغة للنفايات منابع مائية لا تبعد إلا بأمطار لم تستغل لحد الآن لإعادة الحياة لهذا المسبح القديم والذي يحتاج أيضاً إلى عملية ترميم وتجديد تنتظر تحرك المسؤولين ما نحاوسوا حتى لا نحاوسوا للبلاد عين ذهب موالها عين ذهب برك عين ذهب موالها الأراضي الله يبارك مساحة فيها خير ربي ما كانش تيسر على حدها ولا أرض ملكية ولا زعم ما كانش كلش فيها وافر شاهي المسعور ما كانش فرغم بعض المشاريع التي يتغنى بها القائمون على الشباب بالولاية والتي تبقى محصورة في نطاق ذيق يقابلها شباب المناطق الداخلية الذين يغتصب حلمهم في السباحة في هذا الصيف والذي يجسده إهمال أشرات المسابح بالبلدية الأميقة بتيرت